هذا أمر حساس في أفغانستان اليوم نتحدث عن أمرين مهمين الأمر الأول هو تكرار عمليات التفجير واستهداف المساجد بالتحديد هذا العمل الحقيقة عمل خسيس للغاية من يعني الحقيقة بعض الأفراد الوضيعة في أفغانستان الصحة القول عندما تستهدف مسجدا يصلي فيه المسلمون ويذكر فيه الله سبحانه وتعالى وتهدم المسجد بهذا التفجير وتروع الآمنين في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى عمل وضيع وحقير الحقيقة وعمل واطي الحقيقة إن صح القول لأن هؤلاء لا يعرفون ذمة ولا يعرفون دينا ولا يعرفون أخلاقا ولا يعرفون إسلاما من يستهدفون المساجد بهذه الطريقة البشعة يصلي الناس وهم آمنون ثم يستهدفون بقنابل فيقعون بين قتيل وبين جريح تحدث العدد كبير ليس بالعدد الهيئ عندما يتم قتل 21 شخص آمن يصلي في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى ويصاب العشرات إلى جانبهم هذا حدث أمس في صلاة العشاء في العاصمة الأفغانية كابل قتل في هذه العملية أيضا قيادي بارز وعالم دين سني في كابل وهذا المسجد اسمه أبو بكر الصديق أي مسجد سني الكثير الحقيقة من هذه الأحداث وقعت منذ العام الماضي وحتى اليوم ربما ما يقارب من الخمس إلى السبع حوادث بنفس الطريقة استهداف مساجد كان منها استهداف مساجد للشيعة واستهداف مساجد أيضا للسنة بالأمس استهداف مسجد أبو بكر الصديق ويتم قتل فيه قيادي وعالم دين بارز الحقيقة على مدار السنة الماضية من قام بهذه الأعمال واعترف بها وتبنى مسؤوليته وهو تنظيم الدولة الإسلامية خلال هذا العام الماضي قبل أيام قتل أيضا عالم الحديث البارز رحيم الله حقاني أيضا بنفس الطريقة الرجل كان يلقي درسا في الشريعة ودخل رجل متخفي بقدمه المبتورة فدخل بقدم بلاستيكية يضع فيها المتفجرات وفجر نفسه وقتل هذا العالم الحديث البارز رحيم الله حقاني الأسبوع الماضي وتتوالى الحقيقة عمليات التفجير التي تتبنها في الأغلب أو يتبنها تنظيم الدولة الإسلامية هذه العملية الأخيرة التي حدثت بالأمس لم تتبنها أي جهة حتى الآن ولكن الحقيقة أصابع الاتهام تشير مباشرة إلى تنظيم الدولة الإسلامية ومع ذلك الحقيقة فيما يتعلق بهذا العام المتصرم لا يمكن القول بأن طالبان فشلت في إرساء الاستقرار وتحقيق الأمن والأمان في كابل وفي كل الولايات الأفغانية لأن ما يحدث اليوم كان يحدث عشرات الأضعاف أمثال هذا قبل أن تتولى طالبان الحكم وقبل أن يرحل الاحتلال الأمريكي وأن يرحل الناتو من الأراضي الأفغانية حتى وإن كان العكس يعني وإن كان زادت العمليات عمليات الاغتيال وعمليات التفجيرات فهذا لا يقدح في أناس استطاعوا أن يطردوا الاحتلال ويمكن القول بأن هناك ما زالت أيدي تلعب في أفغانستان لا تريد لهذه التجربة الوليدة أن تنجح وأن تزدهر لا يراد لها أن تدير البلاد بشكل مستقر وبشكل آمن لا يراد للشعب الأفغاني أن يرغد بعيش كريم وهذا حقه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتنازل عن هذا الكبرياء المزيف الولايات المتحدة الأمريكية تحاصر أفغانستان اقتصادياً الولايات المتحدة الأمريكية سارقة لأموال الشعب الأفغاني تحدث عن 9 مليار ونصف المليار دولار من أموال الشعب الأفغاني جمدتها الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة هناك الأمور متعلقة ببعضها لا يوجد استدباب في السياسة لأنه لا يراد الاعتراف أو لا يريد المجتمع الدولي الاعتراف بطالبان لأنها دولة إسلامية وإمارة إسلامية قامت لتقيم شرع الله في الأرض وفي أفغانستان على مستوى الاقتصاد هناك حصار اقتصادي كما ذكرت وربما الأوضاع السياسية الصعبة لها آثار مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والحقيقة هنا السؤال أين العالم الإسلامي مما يجري في أفغانستان يراد لهذه التجربة أن تفسد ويراد لهذه التجربة أن تفشل أين العالم الإسلامي؟ أستطيع القول بأن العالم الإسلامي كشعوب قلوبها تتوق إلى أن تنجح هذه التجربة بل تتوق إلى أن تكون هذه التجربة تطبق في بلادهم أما على المستوى الرسمي فأعتقد بأن كثير من هذه الدول الإسلامية أيضا تشترك مع الغرب وتشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية في أنها لا تريد لتجربة إسلامية أن تنجح مع الأسف مشاهدين الكرام بهذا القدر نكون قد وصلنا إياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم شكر ومصول لكم على حسن طيب المتابعة وحتى نلتقي في أمان الله